تزامنا مع ذكرى الانتفاضة الأولى المجيدة تحتف الجبهة الشعبية بذكرى انطلاقتها والتي يعود تأسيسها إلى ستينيات القرن الماضي حيث انطلقت في العام 1967 ولعبت دورا بارزا في إدارة الصراع مع الاحتلال انضمت الجبهة الشعبية إلى منظمة التحرير عام 1968 وكان جرج حبش أمينها العام منذ تأسيسها حتى عام 2000 ثم تسلم أبو علي مصطفى حتى استشهاده عام 2001 ليتسلم أحمد سعدات منصب الأمين العام حتى اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلية في مارس عام 2006 ساهمت الجبهة الشعبية بشكل فاعل في كافة المراحل والساحات التي شهدتها الثورة الفلسطينية وكانت من الفصائل المساهمة بشكل فاعل في تكوين منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وحافظت على استقلالية القرار الوطني الفلسطينية ومن أهم المحطات التي مرت بها الجبهة الشعبية مشاركتها الفاعلة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى وكذلك انتفاضة الأقصى عام 2000 وتعرض أمينها العام أبو علي مصطفى للإغتيال باستهداف مباشر لمكتبه من قبل قوات الاحتلال عام 2000 علي دار علي تلفزيون فلسطين